بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبقى مع هذا الدرس الأول في مادة التربية على المواطنة في إطار برنامج الاجتماعيات للسنة الثالثة من التعليم الإعدادي وعنوانه الحفاظ على الترات وتطويره تنظيم معرض عن تنوع روافد الترات الفني المغربي تنظيم مصابقة لإعداد دليل حول الآثار المتواجدة بجهتي إذن أتعرف هدف هذا التعلم هذا الدرس أكتشف أنواع الترات المغربي وأهمية الحفاظ عليه تتبع خطوات تنظيم معرض حول تنوع روافد الترات الفني المغربي التدرب على إعداد دليل حول الآثار المتواجدة بجهتي والمشاركة به في مصابقة كذلك إدراك قيمة المحافظة على التراث وتطويره هذه هي أهداف تعلمي كذلك كتمهيد لتعلمي لكل شعب تراته المتنوع يعكس مستواه الحضاري مما يفرض العمل على المحافظة عليه وتطويره فما هي أنواع الترات بالمغرب وما سبل المحافظة عليه وتطويره وكيف ننظم معارضة ومصابقات للمساهمة في ذلك يعني هذه الأسئلة سوف نجيب عنها من خلال الأنشطة التعلمية ننتقل إلى النشاط التعلمي الأول الذي يجيبنا عن السؤال الأول إذن النشاط التعلمي الأول وعنوانه وعنوانه أكتشفوا تنوع روافد الترات المغربي وضرورة الحفاظ عليه ما المقصود بكلمة الترات أولا؟ ماذا نقصد بكلمة الترات؟ إذن الترات هو الإرث الحضاري الذي أنتجه الأسلاف ويكون إما مسموعا أو مكتوبا أو مبنيا أو غير ذلك إذن الترات هو تاريخنا الترات هو حضارتنا الحضارة والتاريخ ما تركه لنا الأجداد هو تاريخنا هو هويتنا هو انتماؤنا إذن هذا هو الترات إذن أتعرف أنواع الترات حسب التعريف هناك ترات مسموع الترات المسموع نجده في الرواية الشفوية في الحكايات التي تحكى لنا في الفنون الغنائية في الأغاني التراتية التي تصلنا إذن هذا الترات المسموع ويعتبر جمع الفناء في مراكش يعني تم تخليده كترات للبشرية لماذا؟ لأنه يجمع تراتا مسموعا جمع الفناء ليس فيه لا يوجد هناك شيء يعني مبني تراتي مبني ولكن يوجد هناك الحكايات التي التي تحكى داخل الحلقات داخل الفنون التي يعني يتم عرضها في جمع الفناء فهذا السبب الذي جعل من جمع الفناء يعني تراتا للبشرية إذن هناك النوع المسموع ثم هناك النوع المكتوب النوع المكتوب يعني الوطائق المخطوطات التي وصلتنا من غابر التاريخ يعني المخطوطات القديمة تكون مكتوبة بخط اليد يعني هذا أيضا ترات هذا ترات مكتوب كذلك من أنواع الترات المباني وهذا هو أشهر أنواع الترات يعني الآطار المبنية يعني الأصوار البنايات يعني مختلف أنواع البنايات إذن كل هذه تعتبر من الآطار كذلك الزخارف والنقوش كذلك الزخارف والنقوش التي نستلهمها من الأبنية القديمة إذن هذه الزخارف والنقوش هي أيضا من الترات يعني الفن المعمالي عموما يعني هو مناء الترات هناك أيضا أنواع أخرى مناء الترات أدوات الزينة والحلي يعني الأشياء التي كانت النساء يتزين بها سابقا وكذلك الحلي والملابس عموما للرجال والنساء وغيرهم يعني كل ذلك أيضا تعتبر من أنواع الترات الملابس أواني المنزلية الأواني المنزلية التي كانت تستخدم في الطبخ لحفظ الماء لحفظ مختلف المنتوجات الزراعية هذه الأواني أيضا تعتبر أيضا مناء الترات كذلك أدوات مختلفة مهنية أو غيرها يعني كل ذلك مناء الترات إذن كما تلاحظون هنا حلقة في جامع الفن إذن هذا الترات المسموع يعني الحلقات التي يعني القائمون على الحلقة على فن الحلقة يعني هناك قصص محفوظة بالنسبة لهم ويقومون بسردها على الجمهور بشكل متكرر ربما أحيانا لا يفهمون حتى ما الذي يقومون بحكيه إذن هذا ترات مسموع هذا ترات مسموع إذن حلقة في جامع الفن هذا مخطوط لإحداء الكتب إذن هذا نموذج من الترات المكتوب ثم هذا بناء هذا مسجد تينمل مسجد تينمل وهو مسجد تاريخي مسجد تاريخي يعني عرف نشأة الدولة المرابطية والموحدية مسجد تينمل هذه أواني نحاسية أواني نحاسية أيضا تعتبر من الترات المغربي أيضا الفنون والحرف التي سمحت بوجود هذه الأواني أيضا هذا الحرف وهذه المهن هي أيضا من الترات ولاحظوا الصور وأقرأ في معطية الخريطة ثم أسمي أنواع الترات المغربية وأعرفها إذن هناك ترات مسموع ترات مكتوب ترات مبني وهناك أنواع أخرى من الترات أحدد بعض مكونات كل نوع من هذه الأنواع إذن الترات المسموع يعني الترات المسموع كما قلنا الحلقات في جامع الفن تعتبر ترات مسموعا الحكايات التي تحكيها لنا الجدات الحكايات أيضا تعتبر تراتا مسموعا بالنسبة للترات المكتوب يعني كل ما كتب سواء كتب على ورقين أو كتب يعني على جدارين أو على حائطين أو على نقشين يعني كل ما هو مكتوب كل ما هو مكتوب فيعتبر من الترات المكتوب الترات المبني يعني كل البنايات والأصوار يعني كل ما هو مبني كل ما هو مبني فهو ترات مبني أنواع أخرى يعني أنواع أخرى مثل الأدوات الزي الحلي الملابس الأواني إلى آخره أبرز أهمية هذه الأنواع التراثية في التعريف بمقاومات الحضارة العربية يعني إذن كل هذا التراث هو دليل تاريخي يعني على عرق حضارتنا وعلى عرق وجودنا في هذا العالم طبعا أبين أهمية الحفاظ على التراث وتطويره الوثيقة جوش فقد أبدع جلالة الملك الحسن الثاني وجدد في كل مجال عاملا على تحفيز الحياة الثقافية في المغرب وتشجيعها على الإبداع فكرا وأمرانا وتشهيدا وبناء متوخيا فيما يباشره من هذه المنجزات الحفاظ على التراث المغربي في تناسق تام بين مقاومات الأصالة ومتطلبات المعاصرة إذن هذه رسالة وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الندوة الدولية التي نظمتها جمعية رباط الفتح في موضوع جلالة الملك الحسن الثاني حياة وأمجاد إذن هذا كان يوم الأربعاء السادس يوليوز سنة ألفين بالرباط كذلك الوثيقة لا تجدول بعض المؤسسات المختصة بالحفاظ على التراث إذن لدينا مؤسسة أرشيف المغرب أنشئت سنة 2011 مهامها صيانة تراث الأرشيف الوطني والقيام بتكوين أرشيف عام وحفظه وتنظيمه وتيسير الإطلاع عليه إذن هذه مؤسسة أرشيف المغرب لدينا كذلك المؤسسة الوطنية للمتاحف أنشئت سنة 2012 مهامها إدارة المتاحف وتدبير شؤونها والمحافظة عليها إذن ألاحظ الصورة ثم أقرأ النص إذن لست لدينا الصورة الوثيقة جدول ولاحظوا الجدول وأقرأوا النص أبرزوا بعض وسائل الحفاظ على التراث مع ذكر بعض الأمثلة مما قام به الحسن الثاني في هذا المجال إذن الحفاظ على التراث يعني من أجل الحفاظ على التراث يعني تم إنشاء مجموعة من المؤسسات الصاهرة على حفظ التراث وعده وأرشفته يعني هناك مؤسستان أساسيتان لهذا العمل وهي مؤسسة أرشف المغرب ومؤسسة الوطنية للمتاحف إذن أسمي بعض المؤسسات المختصة في حماية التراث والصيانته إذن المؤسسات المختصة في حماية التراث والصيانته هناك مؤسسة أرشف المغرب والمؤسسة الوطنية للمتاحف أستخلص أهمية الحفاظ على التراث بالنسبة للحضارة المغربية يعني إذن الحفاظ على التراث المغربية هو يعني دليل على أصالة الحضارة المغربية ودليل على عراقها وعراقتها إذن يعني تاريخ الأمة تاريخ الأمة أمر مهم لاستشراف المستقبل يعني بعيون واضحة على المستقبل وكذلك يعني بجذور راسخة في التاريخ ألخص تعلمي ألخص تعلمي أستخلص تنوع التراث المغربي وضرورة الحفاظ عليه إذن التراث المغربي يعني وكأي تراث في العالم التراث المغربي يعني هناك مجموعة من أنواع التراث هناك التراث المسموع التراث المسموع ومثال هو الحكايات التي نتلقعها من جداتنا هذا تراث مسموع والأغاني القديمة أيضا هناك تراث مكتوب وهو ما نجده في المخطوطات القديمة الأترية كذلك هناك تراث مبني يعني وهو البنايات مجموعة البنايات التي ضلت إلى عصرنا إلى يومنا هذا يعني البنايات التراثية التي ضلت إلى يومنا هذا يعني كذلك هناك أنواع أخرى من التراث يعني نجدها في الحلي ونجدها في يعني في الأواني المنزلية القديمة إذن كل هذه من التراث وضرورة الحفاظ على هذا التراث يعني من الضروري أن نحفظ تراثنا وأن نحفظ داكرتنا إنها داكرة حضارتنا وداكرة شعبنا الشعب الذي ليس له داكرة يعني فهو شعب يعني بدون داكرة بإمكان الشعوب الأخرى أن تسيطر عليك وأن تصنع لك داكرة خاصة إذن ينبغي على كل شعبين أن يحتفظ بداكرته ويحتفظ بهويته إذن هنا تتجلى أهمية الحفاظ على التراث المغربي إذن هذا ما يخص النشاط التعلمي الأول ننتقل إلى النشاط التعلمي الثاني أتتبع خطوات تنظيم معرض حول تنوع روافد التراث الفني المغربي إذن اكتشف تنوع روافد التراث الفني المغربي للوثيقة واحد خطاطة مدعمة بصور خطاطة مدعمة بصور بعض روافد التراث الفني المغربي يعني هناك روافد إفريقي يعني هناك روافد إفريقي نجده مثلا في فن جناوة فن جناوة يعني ويعتبر روافدا إفريقيا يعني روافدا إفريقيا أيضا كذلك الرافد الأمازيغي الرافد الأمازيغي يعني الفنون الأمازيغية المختلفة إذن هو رفد مهم من التراث المغربي كذلك نجد التراث الصحراوي الحساني يعني كذلك التراث العربي الصحراوي لديه يعني ميزاته الخاصة يعني وفنونه الخاصة يعني ثم لدينا كذلك الفنون العربية الفن العربي يعني البدوي العربي عموما يعني الفنون العربية من تبوريدا من يعني الفنون العيطة وما إلى ذلك من الفنون العربية ثم نجد يعني الرافض الأندلسي يعني كما تعلمون يعني الإبادة الجماعية التي قام بها الإسبان تجاه العرب المسلمين واليهود المسلمين واليهود في الأندلس يعني فر من تمكن من الفرار من الأندلس إلى المغرب استقروا في مختلف المدن المغربية يعني وحافظوا على تراتهم الأندلسي حافظوا على تراتهم الأندلسي إذن أيضا ترات الأندلسي بالمغرب يعني ترات مهم عندما نقول ترات الأندلسي يعني فهناك الإسلامي وهناك أيضا العبري اليهودي يعني عندما طرد الإسبان يعني طرد المسلمون وطرد معهم أيضا اليهود طبعا يعني كانوا يعيشون في الأندلس به تناغم فتم إبادة من أبيد فيهم في الأندلس وطرد البقية إلى مختلف بلدان العربية الإسلامية ولكن بما أن المغرب والقريب فكان أكبر نصيب من الوافدين الجدد الأندلسيين كان في المغرب ألاحظوا الصور وأقرأوا معطيات الخطاطة ثم أستخرجوا روافد الترات الفني المغربي إذن روافد الترات الفني المغربي روافد متنوعة هناك روافد إفريقي روافد أمازيغي روافد صحراوي روافد عربي ورافد أندلسي بشقيها الإسلامي واليهودي أذكر نماذج عن كل روافد من هذه الروافد إذن مثلا الرافد الإفريقي نجد فن جناوة مثلا الرافد الأمازيغي نجد مثلا رقصة أحدوث مثلا يعني هي من الفنون الأمازيغية كذلك ترات الصحراوي نجد الفنون الحسانية الغناء الحساني الرافد العربي نجد فن تبوريدة مثلا يعني كما هو واضح من الصورة التبوريدة هذه الصورة هذه توضح أغاني حسانية هنا نجد هناك رقصات أمازيغية هناك أحدوث هناك مجموعة من الرقصات الجميلة الأمازيغية هنا أيضا نجد فن جناوة يعني القائمين على فن جناوة يقومون بقراقيب يعني فن جميل وهنا هذا مؤشر على ترات الأندلسي يعني هنا الصورة توضح بناء هذا بناء مغربي في الواقع بناء مغربي أندلسي يعني هذا ترات مغربي مشترك بالمغرب والأندلس يعني وربما أصله مغربي يعني كذلك من الفنون الأندلسية التي جاءت من الأندلس يعني نجد الطرب الغرناطي الطرب الأندلسي وما إلى ذلك أستخلص أهمية تنوع هذه الروافد في إغناء الترات الفني المغربي يعني إذن هناك غنى هناك التنوع دائما يعطي غنى ويعطي زخما يعطي زخما يعني للإنتاج الفني يعني وبالتالي فهذه المسألة الإيجابية لتطور يعني تطور الإنتاجات الفنية التقافية في بلدنا إذن أتوقفون نظرا لأنني غربما أطلت عليكم أتوقفون ونتمم في الجزء الثاني شكرا لحسن تتبعكم وإلى الجزء الثاني شكرا لحسن تتبعكم اشتركوا في القناة